اهلا من حضراتكم مرة تانية مشاهدينا وصلنا معاكم لفقرتنا التالتة والاخيرة النهاردة اليوم العالمي للبيئة ممكن الناس كتير ما تعرفش يعني ايه اليوم العالمي للبيئة او مين اللي نظم اليوم العالمي للبيئة اليوم العالمي للبيئة ده بيوافق 5 يونيو من كل عام اعلن برنامج الامم المتحدة للبيئة ان يوم البيئة العالمي هذا العام 2024 اتخذ شعار للاحتفال تحت عنوان استعادة الاراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف يعني ايه اليوم العالمي للبيئة يعني ايه تعزيز المكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف يمكن المصطلح صعب شوية يعني ايه اتكيف مع الجفاف لازم نبقى محتاجين كده ايه حد متخصص يشرح لنا اكتر يعني ايه ان انا اتكيف مع الجفاف مؤتمرات المناخ من سنة 1992 لغاية 2024 وهي مستمرة في نتائج للمؤتمرات وان احنا ازاي نقلل الانبعثات وازاي ان احنا نحافظ على البيئة كل ده النهاردة هنعرفه مع دكتور محمد عبد المجيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسفير المناخ بجامعة عين شمس ونوري فن اهلا وسلام بك اسلام خير عليك وعلى السلام المشاهدين يعني بداية كده بنحتفل النهاردة باليوم العالمي للبيئة 5 يونيا وده طبعا من بداية الامم المتحدة وتنظيم اليوم العالمي للبيئة عايزين حبس حضرتك في الاول تدينا فكرة عن اختيار اليوم وبعد كده بقى هنروح يعني ايه تعزيز التكيف مع الجفاء اليوم العالمي للبيئة ده يوم اخترت الامم المتحدة بعد مؤتمر ستوك هولم سنة 1972 واليوم دوت ابتدت الامم المتحدة ان هي تحتفل بي من 1973 والهدف منه ان الامم المتحدة بتهدف الى تنشيط الوعي لدى الجميع الدول لان هي تعرف يعني بيئة ويعني ايه المؤثرات اللي بتؤثر عليها وتنطلق الى الاجواء كلها وتعود علينا مرة تانية يعني البيئة انا بأثر فيها هوية بتأثر فيها فكل الحاجات السلبية اللي انا بعملها في البيئة بتعود علي بتعود علي بقى من مية من تربة من هوى بأثر سلبية فالامم المتحدة بتسعى ان في خلال اليوم دوت انا برفع الوعي الى دا الدول كلها ان اخدوا بالكم من البيئة اللي احنا عايشين فيها عشان ما تأثرش علينا بالسلب زي ما احنا أثرنا عليها بالسلب يعني هي فيه تهديدات بتواجه البيئة بالضبط بتتزايد بقى طبعا فاحنا من خلال مثلا اليوم العالمي للبيئة بيتم مثلا تعديد يعني المراضي تحت شعار استعادة الاراضي ومكافحة التصحر تمام يعني اخدين السنة دي مكافحة التصحر تمام صح خلينا في الاول نحط بس بعد حاجات كده نتفق عليها ان البيئة تعني في بيئة طبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في بيئة مشيدة كل ما صنعوه الانسان البيئة الطبيعية اللي هي بتشمل الطربة والهواء والمي اللي كل الملوثات لما بتيجي بتيجي فيها بتعود علينا مرة تانية بالشكل السلبي اللي احنا قدمناها لبقيتنا وانعكس علينا مرة تانية فكل حاجة من دولنا تترك إليها في إضاحة يعني يعني أنا دلوقتي لما مثلا زي ما بتعامل مؤتمرات المناخ وتأثير الانبعاثات واحتراق الغابات والحاجات كتيرة جدا بتأثر في البيئة ده كله بيأثر علي أنا كإنسان لأن ممكن أنا ببقى يعني مواطن عادي ما أقول لأنا مالي أنا ومالي البيئة هتأثر علي أزاي تمام هو التأثيرات اللي بتيجي مثلا زي مؤتمرات كل اللي انعقدت زي مؤتمر المناخ مثلا اللي انعقد في شارم الشيخ واللي كان انعقد في دبي أخر واحد أساس التغييرات المناخية مش من أن هي حرق الغابات بس حرق الغابات لها أثر أن هي بتعتبر رئة من رئات العالم اللي هي زي غابات الأمازون لما بتحترق بيقول لك أحد رئات العالم احترقت اللي هي بتولد لنا الأكسجين اللي بنتنفسه وبتمتص سينوكسيد الكربون اللي هو أحد مسببات التلوث المناخي اللي هو بتعمل زي صوبة يعني فيه حاجة اسمها غازات دفيئة الغازات الدفيئة اللي هي سينوكسيد الكربون وغاز الميسان وكسيد النيتروز اللي بتنتج من الأنشطة البشرية وبتعمل زي قبة فوق الكرة الأرضية بتمنع نفاز أشعة الشمس بعدما بتيجي للأرض وتاخد طاقتها منها أو احتياجاتها منها عايزة ترتدي للفضاء تاني فما بتقدرش من الصوبة اللي معمولة في القرى الأرضية نتيجة الغازات الدفيئة اللي هي سينوكسيد الكربون والميسان فبتزود درجة حرارة الكرة الأرضية بتأدي بعد كده لزوان الجليد بيفسد الأرض بيفسد الماء العزبة الحاجات اللي احنا بنستفد منها فيما بعد في أكلهم الشرب طب أنا يا فندم أنا كإنسان عادي أنا أقول لنفسي أنا إزاي أحافظ على البيئة اللي حوالي يعني أنا بتعامل مثلا مع يعني ممكن أعوادم السيارات ممكن أدخنة المصانع الحاجات اللي ممكن الناس تفتكر إن هي ما بتأثرش على البيئة تقول لك أنا ما بأثرش على البيئة في حاجة أنا مش بأزي البيئة في حاجة كمان أنا دلوقتي في خلال الأشيطة اليومية بتاعتي يعني أنا في حلقة سابقة هنا كنت تتركت للنقطة دي إن إحنا بتعديل سلوكياتنا بس بتعديل السلوكيات بتاعتنا على مدار اليوم ممكن أقلل حدوث التغير المناخي بسلوكي أنا يعني في نواتج احتراء الوقود بتاع السيارات تعالي نقللها شوي بلاش إن إحنا كل واحد يجي بع رويته لو أنا جاي الشغلي والشغل بيوفر وسيلة نقل مثلا الأوتوبيس هتاخد فرداً خمسين فرد يبقى أنا وفرت الخمسين عربية اللي كانت هتمشي في الشارع هتعمل زحام خمسين بقر التلوث لمكان واحد اللي هناتجمع فيه اللي هو الأوتوبيس هيبقى بقر التلوث واحدة بدل خمسين ونقلل زحاماً ونقلل يحترق وقود بدون داعي يبقى أنا كده هقلل كام الملوثات اللي في الجو يبقى أنا عدلت السلوكي بدل ماجي بع روية دي جيت بع روية دي الشغل قللت خروج ساني وستيك كربون اللي بيقدل للاحتباس الحرب وفي حاجات كتيرة بقى في البيت حضرك رب تقصر يعني مثلا في استخدام المياه في استخدام مثلا الزراعة وفي حاجات كتير ممكن ما استخدم فيها حاجات ممكن بتسبب تلوث للبيئة وأنا ما كونش عالي احنا بنقول التغير المناخي لو حفظنا أو رشدنا في السهلاك الوقود والسهلاك الكهراء والسهلاك المياه هنقلل من تصارح حدوث التغير المناخي طيب أنا أتطرق لنقطة واحدة أن أحبارك رب تمنزل ولو عدلت سلوكك في البيت هتقللي أنا كخلية في المجتمع وإيسع عليها المجتمع ككل هتبقى منتشرة التوفير ده والترشيد ده يقلل حدوث التغير المناخي على سبيل المثال لو رشدت في الكهرباء لما تيجد استخدمي الغسالة في الوتوماتيك مثلا أنا دلوقتي أحط لها الحمل الكامل اللي هو بدل ما تاخد وليكن عشر أمصان أنا أحط لها خمسة وشغل لا يبقى أنا كده سهلكت كهرباء كتير وماء كتير ومسحوق كتير على نصف كمية اللي أنا أخرج لكن لو حطت لها العشر أمصان هتاخد نفس كمية الماء ونفس كمية المسحوق ونفس قيمة الكهرباء فأنا أدلها الحمل الكامل حضرتك في بيتك لما تيجد استخدمي فرن وتيجد استخدمي مثلا هتعمل الصنية من الصواني للأكل أحط صنيتين مع بعض بدلا ما بحط صنية واحدة يبقى أنا استخدمت نفس كمية الوقود خرجت لي منتجين أو صنفين في وقت واحد طيب في المية ما بتيجي تخسل الخضار أو الفكهة حط طبق وجمع المية فيه اللي بتخسلي فيها سمرة الفكهة أو حبة الخضار ويبقى أنا نقعت الحاجة اللي أنا بخسلها لو فيه أي تأثيرات للمبيدات عليها أو المبيدات حشرية أو أسمدة أو أي حاجة منها ساقق بيلي بقى أنا قللتها وبعد كده بدلا ما المية مفتاحها على طول ماشي المية اللي خرجت منها دي أنا ممكن أسق بها زر ممكن أستخدمها أمسح بها أرضيات عشان ما فاش حاجة واش كذلك الفترة الاستحمام بلاش أستخدم البنيو أستخدم الدوش وأقل الفترة الاستحمام وأقل الضغط المية إن الديئة الواحدة ممكن أنا بستخدم فيها حالة 45 لتر مية إنما لما أقل للفترة وأقل الضغط المية هرشت كده وأعود الأطفال كمان لو في بواقي أزايز أو في مية نتيجة أن أنا سلقت فيها بيض أو أي حاجة وبرطها أو جمعت المية بقى الأزايز ونعيد استخدامها تاني يبقى ده كويس يبقى الطفل عنده ثقافة ترشيد المية وكمان في نقطة إن مصر من البلاد اللي هي الإنسان لما بيكون نصيبه من المية ألف متر مكعب في السنة بيبقى فقير مئين مصر إحنا وصلنا خمس مئة وستين متر في السنة للفرد يعني إحنا من البلاد اللي عندنا شوح مائي لذلك الدولة توجهت في إعادة استخدام المية بعملية التدوير السلاسي والرباعي لترشيد أو إعادة استخدام المية بأحسن الطرق يعني أنا فندم الحاجات الصغيرة دي اللي هي سلوكيات في البيت ممكن تكون بتأثر على البيئة بشكل سلبي وأنا معرفش طبعا يعني أنا استخدامي للمية مثلا الكتير زي ما قلنا من شوية العوادم السيارات والحاجات اللي إحنا بنكون فاكرين إن هي لا دي حاجة أنا اللي بعملها ما ليش دعوة مثلا يعني زي مثلا الدول الصناعية الدول الصناعية إن في مصانع كتيرة جدا وهم أساس شغلهم الصناعة طبعا فإحنا أنا ما بأثرش زيهم إحنا كده لو عدينا السلوكيات دي هأثر على البيئة اللي أنا عايش فيها هأثر عليها بالإجاب وقال حدوث التغير المناخ بشكل سريع طبقا إحنا دلوقتي اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وشفنا طبعا فين إحنا ممكن إزاي نستخدم مثلا الورق إزاي نستخدم الشجر إزاي نستخدم حاجات كتير إن إحنا نحافظ على البيئة واستخدام الطاقة ده يكون إزاي فقط بس حضرك طن الورق عشان أنتجه أنا بقطع فيه 14 شجرة فطبعا الورقة أنا لما بستخدمها حضرك استخدمتها مرة واحدة وترميها يبقى ده كده إهدار فيها أنا بستخدم الورق مرتين يعني أنا لو عندي حاجة مش رسمي بطبع على الورقة من ظهرها الوش التاني عشان أعيد استخدامها مرة تانية كنت في مؤتمر المناغي بتاع شهر من الشيخ فشفت أحد الشركات عاملة تدويره للورق بتاخد الورق كله تعيد استخدامه أو بتعجنه وبعد كده بتعمله من جديد بس بتطلع الورقة مش بيضة بنفس درجة البيض يبقى لونه رسوسي بس لما بتطبع عليها برضو تبقى كويسة الحاجات دي يعني الورق دوت أنا حاجة بصراحة أنا بستحرم جدا إن أنا أستخدم الورق المرة واحدة فحرام يعني حضرتك كنت بتقول إيه تاني أنا الشق الأولين كان إيه اللي تجاه للطاقة النظيفة بس مصر عندها محطة طاقة الرياح أكبر طاقة الرياح في العالم في جبل الزيت أكبر طاقة الرياح في العالم في جبل الزيت بتدينا طاقة نظيفة بس طبعا في مجال البيئة بقى بيقولوا إنها مثلا بتعمل دوضاء بتهدد الطيور في المكان ده إنه هو ممكن بتنجذب من المراوح وبتموت في الطاقة الشمسية الرئيس افتتح أكبر محط الطاقة الشمسية في بنبام في أسوان فدي حاجات إحنا بنفخر بيها وبعد كده الدولة متجهة للهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر ده طاقة جميلة جدا يعني الطاقة دلوقتي إحنا مثلا الدولة توجهت لمتر الأنفاق إحنا عاملينه مفوشن بعسات فيه كمان المونوريل وفيه الأوتوبيس التردودي اللي هو هيبقى على الدقير برضو ده كهرباء بمالهوشن بعسات كذلك الهيدروجين الأخضر هيبقى من الحاجات نظيفة جدا وحتى عادة السيارات اللي هتستخدمه هتبقى بخار مية هتبقى البيئة نظيفة جدا ما فيهش أي ملوشن هتبقى للسيارات للغاز كمان أيوة ما هو دي حاجة الغاز ده ما بقاش له ملوثات في البيئة كمان لما ندخل الهيدروجين الأخضر الهيدروجين ده هو عبارة عن إيه أنا بقى أخذ المية بعمل لها تحليل كهرباء المية عبارة عن زورتين هيدروجين وزورة أكسوجين فبأخذوا الهيدروجين ده أستخدموا بيطلع العوالم اللي خار جميلة عربية مية بخار مية فطبعا تبقى بيئة مضيفة جدا وبيئة جميلة جدا فده أحد توجهات الدولة يعني إحنا طيب بجانب التوجهات الدولة وإحنا شايفين طبعا الجهود الكبيرة يعني الدولة بتبزلها للتجاه نحو بيئة نظيفة عايزين أعرف من حضرتك التحديات اللي احنا بنواجهها أصلا إيه يا فن تحديات اللي احنا بنواجهها يعني مثلا إحنا دلوقتي في مؤتمر المناخ كانت مصر ساعة إن المسبب الأساسي في التلوثات البيئية على مستوى العالم للدول اللي هي زينا ما بتنتجش كم الملوثات دي الدول دي تعوضنا التأثيرات السلبية اللي احنا أصبنا بها فمصر كان بتنادي في مؤتمر المناخ إن احنا يا جماعة أنتوا تسببتوا لينا بمشاكل عوضونا وبعد كده قالوا هنعوض وبعد كده حاولوا يعني يعجلوها المؤتمر دبي دي بالضبط زي حضرتك أنا جار لك وعندي حاجة بتأثر عليك يعني بطلع أكيرة عليك أو أتربة بتأثر على بيتك بتبهدلك بيتك من أتربة من حاجات كتير فإحنا عندنا دلوقتي المشكلة إن أنا ما عنديش الملوث أو ما عنديش المسبب اللي يؤدي لتغير المناخ بس للأسف جايلي من حد تاني وأنا اللي بحسب عليه فدي من ضمن أكبر التحديات إن إحنا كمجتمعات أفريقية أو بلاد عربية ما عندناش كم الملوثات اللي بتجي لنا من البداية والصناعية الكبرى وإحنا للأسف إحنا أصفارها بتوضي علينا اختيار عنوان يعني الشعار بتاع يوم البيئة النهاردة واستعادة الأراضي مكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف يعني إيه يا فندي طيب استعادة الأراضي تمام استعادة الأراضي يعني أنا عندي أراضي بازت أو مهدرة أو اتبهدلت وأنا بحاول أن أنا أعيد استخدامها تاني وبعدين بقاوم التصحر الأمم المتحدة حطت سبع شروط أو سبع وصفات بسيطة كده أن أنا أقدر أقوم بها التصحر يعني قالت أول حاجة أن إحنا نحافظ على التربة نحافظ على التربة إزاي أن أنا ماستخدمش الحرس العميق الحرس العميق ليه؟ التربة بتاعتنا تجريف يعني لا مش تجريف لما بجي أحرص الأرض عشان أجهزها الأرض لزرع جديد الأرض فيها كم من الغازات الدفيئة اللي هي بتسبب التلوث المناخي فلما أحرص بشكل عميق حاجة دي هتطلع هتطلع طيب أعمل إيه؟ قالك استخدم حرس يعني سطحي بعد كده استخدم الأسمدة العضوية عشان تحافظ على رطوبة التربة الداخلية ويحصلش خروج الإنبعثات اللي هي بتسبب تلوث المناخي تاني حاجة الحفاظ على الملقحات الملقحات دي اللي هي زي الفراشات زي أنواع من الحشرات زي الخفافيش اللي هي بتلقح الموز وبتلقى على الأفوكادو والحاجات كتيرة زي كده فدية إحنا نعمل لها أماكن تأوي إليها بحيث أن هي تتكاثر فيها وما تبقاش أن هي بعيدة أنا لو عندي زرع ما حصل لش شلقيه ما فيش سمرة هتطلع ثالث حاجة أحافظ على البيئات اللي هي أستعيد البيئات اللي هي البحرية زي في بيئات بحرية بيحصل لها يعني مثل لو شفنا اسكندريام نلاقي حطين مصدات خرصانية عشر مصدات شنحر للبحر المد والجزر بيخلي الموج يأكل الشواطئ طيب في حاجة اسمها أشجار المنجروف أشجار المنجروف ديت أشجار الجزور بتاعتها بتبقى مأوى لتفريخ بعض القشريات وبعض أنواع السمك وبتعمل حفاظ على الشواطئ إن هي ما تتكلش بالأضافة إن هي بتاخد كم كبير جدا من ساني أكسيد الكربون وبتطلع الأكسوجين أو بيسموها في علم البيئة بلعت ساني أكسيد الكربون اللي هي أشجار المنجروف وبعدين بعد كده بيقولك إن أنت حفظي على الموائل الموائل يعني يعني البيئات البيئة المية العزبة حفظي على البيئة بتاعتها إزاي التربة لما بياجي أستخدم فيها أسمدة وموبيدات بتعمل حاجة لما تنزل في الصرف الزراعي في بعض أنواع من الأسمدة بتعمل حاجة بتسبب في الترع حاجة اسمها زرية الإسراء الغذائي بتشوفي أوقات كده السمك ميت وعيم على وشه المية بيقولوا لأ ده بيقولوا ده الترع مرشوش والسمك بيبقى ميت على وش المية ده بيكون فيه نوع من الأسمدة نزل زود بعض المغزيات أو جت كائنات كلت حاجة وأسرت في حاجة المهم نسبة الأكسجين بتقل فالسمك اللي بيلحق يهرب بيهرب واللي ما بيهربش بيموت فدي من ضمن الحاجات يعني ده بعض الحاجات من اللي هي الرشدة اللي الأمم المتحدة قالتها عن مقاومة التصحر بعد كده إحنا قلنا إيه استرداد الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف حل تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف إحنا للوقت في مصر إحنا قلنا بلد شحيحة مائيا طيب إحنا عندنا بعض زراعة زراعة الرز بس عايزة أوضح برضو للناس الشح المائي حضرتك ذكرت نسبة قد إيه إن أنا يعني أئيس نفسي أنا عندي شح مائي مش إن أنا ما عنديش مياه خالص لا أنا عندي ما فيه أنا أنا دلوقتي أنا معايا هقول إن أنا لو معايا ميت جنيه يبقى أنا كده ماشي كويس أو أنا على قدي لو معايا أقل من كده يبقى أنا شحيح فأنا معايا ستة وخمسين جنيه في جيبي فأنا يعتبر مش هتكفين حتى إلا المواصلات مش هتكفين حتى إن أنا أجيب ساندويتش فأنا ده الشح المائي عندي إن أنا عندي خمسمة وستين متر مية للإنسان على مدار السنة فأنا أقل من الفقر كمان لو رجعنا بقى لمكافحة أو تعزيز التكيف مع الجفافة إحنا برضو قلنا من ضمن الحاجات كان من ضمن الوصفات اللي الأم المتحدة قالتها الزراعة المستدامة فهنا التكيف بقى إزاي إن أنا أعدل المحصيل تبقى محصيل مستدامة يعني إحنا على سبيل المثال زراعة الرز عندنا في مصر لازم لها كم ممية تبقى واقف فيها بشكل دائم لزراعة الرز طيب أنا دلوقتي الظروف عندي تغيرت وعندي أنا بلد ما عنديش أمطار بشكل دائم يعني أو أمطار شحيح فحصل تعديل لبعض أنواع المحصيل إن هي تبقى تتحمل العطش أو تتحمل الجفاف يعني إنلاقي محصول رز طالع زي وزي الأمح بينشف مش طول الوقت إنه هو إيه واقف في مياه فده يعتبر إيه التأقلم أو التكيف مع ده في أساليب الزراعة أساليب الزراعة ما هذا بقى التكيف أو الزراعة المستدامة إننا إزاي ألاقي بديل إننا ألاقي بديل ده هو إن أنا أتكيف أو إن أنا أتصرف إزاي مع الجفاف بالضبط إن أنا أعدي المحصيل إن هي تديني نفس المحصيل بس بظروف مثلا تقلل تقلل بدل ما أنا بغمر بالمية أو مثلا الري بالتقطير الري بحاجات أوفر بالضبط بالضبط إحنا قلنا نحافظ على البيئة البيئة إحنا قلنا مية وهوى وتربة تمام المية ياريت أي تسريبات في المية عندنا ياريت نصلحها في الشقة ما خليش السفون شغال على طول السفون كان فيه قبل كده أنا قلت في حلقة هنا برضو نحط إزاستين مية فيه السفون والي يكون بياخد عشر لتر مية يبقى إزاست مية هنا لتر وهنا لتر والشدة الواحدة هتنزل تمانية لتر مية وأنا محتفظ باتنين بقى أنا وفرت لترين مية كذلك الاستحمام نقلل فترة الاستحمام نقلل ضغط المية ربط البيت تستخدم المية في طبق وهي بتغسل خضر أو فاكهة وتسقي بها زر تستخدمها في حوض ماشي الغسالة تاخد الحمل الكامل غسيل الأطباء برضو قدر المستطاع والأواني بتاعت المطبخ نقلل برضو على قد ما نقدر الزراعة يريد إن إحنا نحفظ على البيئة يريد نزرع زراعات في بلكوناتنا حتى لما نطلع البلكونا لقى شكل حلو وبرضو هتديلنا نسبة أكسوجين كويسة يبقى إحنا الهواء بتاعنا نقلل من الملوثات من استخدام الوقود بتاع العربيات إن إحنا قدر المستطاع لو راحين مكان شغلنا وإحنا خمسة وما فيش عربية للشغلة تاخدنا نجمع بعضينا خمسة كل واحد يجيب عربيته يوم يبقى وفرنا أربع عربيات من خمسة لو كان فيه إمكانية إن أنا قدر استخدم المترو أو المنوريل أو أي شيء من هذا القبيل يعني أنا دلوقتي أنا راكن عربيتي أنا جاي من مواصلات راكب في المترو حتى أنا مش يعني أراكب المترو ويبقى مترو مكيف مش متحمل معاناة ضغط النفسي زحمة أو أي شيء من هذا القبيل ثقافتنا لو فيه حد قريب إحنا ما عندناش ثقافة الدراجات الهوائية أو العجل فيعني نرشد استخدماتنا للعربيات وأنوفر كمك أنا أشكر حضرتك جدا دكتور محمد عبد المجيب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسفير المناخ بجمعة عين شمس يعني أورتنا يا فندم كل ما استفدت به من معلومات أتمنى طبعا الناس تنفذها وإن إحنا كده نحافظ علي هي حاجات بسيطة بس ممكن ما أخدش أخذ بالي منها تمام نورتنا يا فندم شاكركم مشاهدينا كده خلصت حلقتنا ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح المجيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة